السلام عليكم اليوم راح نشرح عن الكلبريشن اوف مايكروسكوبس انت كالكولييتينج سايز اوف ارغانيزم معايرة المجهر التم بعدة خطوات اولها وضع الاوكيلور مايكرو ميتر ديسك في العدسة العينية هاي العدسة العينية نفتحها ونخلي بها هذا الديسك اللي يحتوي على المصطرة اللي تكون مقسمة الى مئة خط مع مجهولة الوحدة او تكون عندنا في بعض الاحيان عدسات جاهزة كاملة موجودة بها الديسك فقط نشيل العدسة المستخدمة بالايام العادية ونضع هذه العدسة العينية بعدها الخطوة الثانية يتم وضع الستيج مايكرو ميتر الستيج مايكرو ميتر اللي هو عبارة عن سلايد يحتوي على مصطرة طول المصطرة كلها هي واحد ميليميتر مقسمة الى اجزاء الجزء الواحد يساوي 0.01 ميليميتر هسا راح نجي نشوف بصورة ادق شوية شون صاير الاوكولار مايكرو ميتر اللي موجودة بداخل العدسة العينية راح تكون مصطرة مصطرة مجزئة الى 100 جزء من الصفر الى المية مجهولة الوحدة كل وحدة كل خط ما اعرف انا وحدة قياسة بينما الستيج مايكرو ميتر المصطرة اللي تكون موجودة على السلايد تكون معلومة الوحدة قلنا كلها طولها يساوي واحد ميليميتر مقسمة الى 100 جزء يعني بما معناه بما انه هي كلها واحد ميليميتر اذا ايش قد راح تكون قياس الخط الواحد المسافة بين خطين راح تكون هي عبارة عن 0.01 مايكرو ميتر الدفجن الواحد يساوي 0.01 مايكرو ميتر ليه اش لين احنا دنقول هي كلها هاية واحد ميليميتر فالخط الواحد اي رقم من هاي اي رقم او اي خط من هاي الخطوط اخذ رقمه مثلا هذا الرقم خمسة من مية فيعني راح اقول خمسة تقسيم مية راح يطلع لي وحدة قياسة بالمايكرو ميتر نفس الشي هنانا المثال اللي راح اخدتلكم اياه انه اخذنا رقم 30 و40 كبرناهم 30 من 100 فاذا وحدة قياسة 0.3 ميليميتر وال40 0.4 ميليميتر قسمناها على 100 اذا قلنا المسافة بين خطين هي 0.01 ميليميتر من بعدها نجي نطبق نحرك طبعا هاي المسطرة اللي موجودة بالعدسة العينية وهاي المسطرة الموجودة بالستيج مايكرو ميتر اللي هو السلايد المسطرة الموجودة بالعدسة العينية الثابتة راح يبقى هذا حجمها وهذا شكلها وهذا ثبوتية هلين هي موجودة بالعدسة العينية بينما المسطرة الموجودة على السلايد اقدر اتحكم بيها يمين ويسار أعلى وأسفل لأنه قابل للحركة وبنفس الوقت رح يتغير حجمها حسب قوة تكبير المجهر. على القوة أربعة تكون مثلا بهذا الشي تكون صغيرة أو من رح أزيد القوة عشرة رح تكبر عندي رح نحول على القوة أربعين تكبر أكثر وهكذا. إذن الخطوة الثانية بعد ما خلينا المساطر اثنياناتهم نجي نسوي بياناتهم تطابق نخلي هذا الصفر يتطابق ويصفر الأوكولر مايكرو ميتر فصار تطابق بياناتهم. من بعدها أشوف أي خط من خطوط الأوكولر مايكرو ميتر الطابق أو صار بموازات لستيج مايكرو ميتر هنا أنا ما خالت لكم تطابق هنا مجرد أراويكم تطابق الأصفار وتطبيق القانون بالمثال رح يبين عندنا التطابق بس لنفرض أنه التطابق صار هنا نفرض أو هنا هذا صار التطابق عندي الأربعين الطابقة ويشنو ويالثمانية وثلاثين هذه الأربعين هي المسافة اللي صارت على الأوكولر مايكرو ميتر بينما الثمانية وثلاثين هي المسافة اللي صارت على الاستيج مايكرو ميتر اللي هو length seen on stage مايكرو اله فيeth القانون يقول المسافة اللي المسافة اللي صارت على الاستيج مايكرو ميتر تقسيم المسافة اللي صارت على الاكولر مايكرو ميتر في ألف هنا ضربنا في ألف الغرض هو تحويل الوحدة من المليميتر اللي هي وحدة قياس الاستيج مايكرو ميتر الى المايكروميتر الهنان واضح ان شاء الله الهنان نجي هاي الخطوة اللي قبل شوية حتينا